السلام عليكم أهلا وسهلا بحضراتكم إن شاء الله سأكونوا حضراتكم بخير كويسين تابعنا زيني في review of dental literature the clinical key والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على two main clinical tips related to mockup fabrication وهنطلق على review المردي وعلى clinical tip المردي هو pro tap before mockup application هم two main clinical tips هيساعدونا كتير during mockup fabrication وفي البداية زي ما حالكم عارفين إن كتير من حالات static makeover يمكن معظم أو كل حالات static makeover بتحتاج before preparations طبعا وbefore going into planning للكيس بحتاج إن إحنا نعمل some sort of digital wax ups أو conventional wax ups بعض النهاز تطلق عليها التست drive بحيث إن إحنا نexpect end of the treatment before حتى even indulging للتريتمنت فكتير من الكيس بنعمل لها wax ups أو التست drive دوت وبعد فولود باي الابلكيشن أو الفابريكيشن لذات wax up بحيث إن إحنا نعمل some sort of party index بحيث إن إحنا يساعدنا في فابريكيشن للموكب أو البروتوتيب بحيث إن إحنا ننفعل different forms من الأسنان والإستاتيكس والفوناتيكس حتى إحنا ممكن إفارويت بالفونكشن والبرو تيب نمبر ون بفور موكب أبليكيشن إحنا نعمل some sort of modification للستون موديل بعد عملنا الواكسب على الموديل زي ما إحنا شايفين معانا في الصور بعد عملنا الواكسب على الموديل نقدر نعمل some sort of modification للستون موديل عن طريق نعمل جنجف البافل أو جنجف البلاستي بسيط around point five عند السيرويكال one third بحيث إن إحنا after that modification after that gingival بلاستي على الموديل during الاندكس fabrication على الواكسب بنيدي أماونت من الاندكس تعمل extension around على الجنجف البل مورجن وده هيدينا during الموكب fabrication والبروتوتيب fabrication inside the patient mouth هيكون فيه some sort of access من الرزن يساعدنا كاكومبريشن على الجنجف البل مورجن ويساعدنا كتير في رموفل للإكساس ماتيريا هيدي some sort of compression للجنجفة during الموكب application وكذلك هيكون فيه إكساس من الرزن نقدر إن إحنا يساعدنا في الفانيشن ورموفل للإكساس رزن من نوع من الانواع البرفوريشن أو من نوع من الانواع الشيبين وي الفراكتش عند الجنجف المورجن of the رزنس material فعملية الجنجو بلاستي أو البيفلين اللي هي 0.5 ميلمتر after wax up fabrication before الباتي index fabrication ده بيساعدنا كتير إن الإكساس ماتيريا على الجنجف مورجن هيعمل some sort of compression وهيدينا فورصة يكون فيه إكساس رزنس ماتيريا على الصوفتشو ويساعدنا لأننا نعمل finishing and removal to that resinous material أو resin flashes على الجنجم بغيما نعمل أي نوع من نوع من cracking أو perforations أو fracture للموكب inside the patient mouth هي كانت البرو تيب number one during index fabrication before الموكب inside the patient mouth وهنيجي inside the patient mouth before application to the resinous material inside the index زي ما احنا شافين معانا في الصور نقدر نبينت adjacent to structure and even soft tissue with vaseline or petroleum jelly لا يحدث أي نوع من الانواع الادهرن من composite material أو even prototype material سواء كانت acrylic resin أو composite material لا يصل الادهيجين على soft tissue ولا الادهيجين على adjacent tooth سيسهلنا الموكب من على soft tissue أو even adjacent tooth فالmain two pro tips during mocha fabrication اللي هي pre mocha fabrication during index modification على الموضل نقدر نحن نعمل jinjoplastia أو jinjoplastia around 0.5 millimeter بحيث يساعدنا على compression لل soft tissue ويضينا amount من excess نعرف نعمل finishing and polishing لل excess material وكذلك نقدر نبينت adjacent to structure وحتى even soft tissue ب petroleum jelly اللي هي الموكب بحيث يساعدنا كتير على removal من that excess material من adjacent soft tissue وال adjacent teeth في النهاية بفكر حضراتكم صاحبك ونقدر نرجع لها على different platform سواء كان يوتيوب أو فيسبوك أو انستجرام بتشكر حضراتكم جدا وشوف حضراتكم في more reviews of dental literature the clinical key